اشرف بن شرقي اشرف بن شرقي الامور ماشية كويس جدا ما بين الزمالك و اشرف بن شرقي و احنا متابعين المفاوضات بقالنا فترة بقالنا حوالي اسبوع 10 ايام بعد ما العروض قلت بالنسبة ل اشرف بن شرقي في الخليج في دول الخليج بدأ اشرف بن شرقي يقولك طبعا انا الزمالك افضل لي بقى و انا ما عنديش عروض جمدك يعني اشرف بن شرقي زي ما قلتلكه كان في الاول طالب 2 مليون دولار أو عايز 2 مليون دولار الأندية بتاعت الخليج محدش جاله بالأرقام دي ومعندوش عروض دلوقتي وانتو عارفين خلاص الدورات الخليجية كلها يعني فيه الدوري القطري بدأ وفيه بعض الدورات السعودية هتبدأ والإمارات هتبدأ والكلام ده فما بقاش فيه عروض قوية لأشرف بن شرقي بالمبالغ اللي هو كان بيتكلم فيه الزمالك بخل مع أخو أشرف بن شرقي وأنا قلت لكم حكيت لكم على المكالمة اللي حصلت ما بين كابتن حسين لابيه برئيس ند الزمالك ورشيد بن شرقي أخو أخو أشرف بن شرقي وكان في الأول الكلام على مليون وسبعمائة ألف دولار كابتن حسين لابيه قال له لأ مش هنقدر ندفع الأرقام دي إحنا الزمالك آخرهم مليون دولار هنقدر ندفع مليون دولار أشرف بن شرقي وافق يعني قال لك أوكي إحنا الزمالك يعني بعد مفاوضات طبعا وكلام ده قال لك طبعا الزمالك أفضل لي ما روح ألعب في الزمالك واخد مليون دولار وعرفت كمان إن الزمالك مش هيتحمل المليون دولار كله يعني رجال الأعمال في الزمالك 75% من المبلغ اللي هيروح لأشرف بن شرقي رجال الأعمال هيتحملوه الزمالك هيتحمل حاجة بسيطة جدا القصة وقفة في إيه بقى دلوقتي إن سمعنا إن بيراميز خلال 48 ساعة دخلوا في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في مفاوضات مع أشرف بن شرقي وحيدفعوا أكتر من الزمالك فهي قصة دلوقتي الكرة في ملعب أشرف بن شرقي عايز يجي الزمالك بالمليون دولار أوكي وهو الراجل بيقول أنا بحب الزمالك وبحب جمهور الزمالك مش عارف إيه والكلام ده وفي ناس تانية يقولك لا ده ممكن يقبل بيراميز مثلا بيراميز هيحط رقم أكبر مليون ونص مثلا مليون وخمسمائة ألف دولار ويروح بيراميز فخلينا نشوف قرار أشرف بن شرقي خلال الساعات القادمة ما هل حينضم النادي الزمالك بالمليون دولار ولا ممكن يشوف عرض أكبر مالي وسمعين زي ما قلتلكم وسمعين ما عنديش معلومة مؤكدة بس سمعين أن بيراميز بيتكلمه مع أشرف بن شرقي